السلام عليكم أيها الأصدقاء و أهلا و مرحبا بكم في مقطع جديد و كلا عادة على قناتكم في مقطع اليوم أصدقاء سوف نتعرف على بعض الأشياء القادمة معنا يوم الخميس إن شاء الله يعني هناك دائما باقي جميع أسبوع وأحداث جديدة إذن أصدقاء لكل شخص يشاهدوني الآن أنا نرجو منك يا صديقي أن تقوم بدعمنا بزرك لهذا المقطع اشترك في قناة إذا كنت غير مشترك بعد صديقي كذلك فعل زر الجرس حتى تكون من بين أول الأشخاص الذين يشاهدون المقاطع الجديدة على القناة أضع ألمك الآن في الشاشة رابط حسابي على الانستغرام موجود في الوصف أسفل هذا المقطع يمكنك الضغط على الرابط و سوف تتوجه مباشرة إلى حسابي على الانستغرام يمكنك التواصل معي وأترك لي رسالة سوف أجيب الجميع إن شاء الله بخصوص أي تساؤل لدى أي شخص يا أصدقاء قوموا بالتواصل معي سوف أجيب الجميع ألم أصدقاء ندخل على طول في مقطع اليوم أولا أصدقاء سوف نقوم بالتغط على كونترا هنا بعد ذلك سوف نقوم بالتوجه إلى حتى نرى جميع الباكجات الموجودة معنا ونرى كذلك تاريخ هذه الباكجات مثلا في هذا الباكج الخاص بإنجلترا يعني دير بإنجلترا أصدقاء فهو سوف ينتهي معنا يوم الاثنين كذلك بالنسبة لباكج الأبطال يعني هو مستمر معنا لمدة 26 يوم بينما الباكج الخاص بما دريد كذلك الباكج الخاص باليابان وحتى كذلك الباكج نجوم الأسبوع كل هذه الباكجات سوف تختفي معنا بعد يوم غد يعني يوم الخمس إن شاء الله سوف تختفي معنا جميع هذه الباكجات بالنسبة لباكج نجوم الأسبوع هناك العديد من الأخبار حول باكج في مبابي وكذلك باكج آخر فيه ميسي وغالب أن أصدقاء ميسي لا ينزل معنا في باكج نجوم الأسبوع لا أعلم لماذا بينما مبابي ينزل معنا كثيرا يعني تقريبا في كل باكج نجوم أسبوع تجد أن هناك مبابي موجود بينما ميسي يقدم أسبوع جيد ومع ذلك لا ينزل لذلك أصدقاء سوف أتحقق أولا من هذا الخبر حول إمكانية نزول ميسي بعد ذلك سوف أقوم بإعطائكم صور للباكجات التي سوف تنزل معنا بالنسبة لباكج نجوم الأسبوع أصدقاء هناك العديد من اللاعبين الرائعين الموجودين في باكج نجوم الأسبوع لذلك أصدقاء انتظر إن شاء الله يوم الخميس باكج نجوم الأسبوع محترم كذلك بالنسبة لباكج اليابان وباكج مادري يعني أصدقاء أتوقع أن تقوم كونامي بإنزال باكج من الدوري الفرنسي لأنه حاليا لم تنزل أي باكج من الدوري الفرنسي أصدقاء كما تعرفون نزل من الدوري الإجليزي من الإيطالي من الإسباني بينما الدوري الفرنسي لم تنزل منه أي باكج أصدقاء وكونامي قالت سابقا أنه حدث خطأ بالنسبة للدوري الفرنسي لذلك لم تقوم بتنزيل باكج واعتذرت عن هذا الخطأ لذلك اصدقاء اتوقع ان تقوم بانزال يعني من الدوري الفرنسي ان شاء الله يوم الخميس وسوف تكون جيدة اصدقاء ويوم غد سوف احاول اصدقاء ان اجلب لكم صور لهذه الباكتجات انا من اصدقاء هذا كل شيء بالنسبة لباكتجات بينما الباكتجات المتبقية فهي مستمرة معنا لايام طويلة مثل باكتجات عقود الترشيح مثلا فهي لازالت فيها مدة طويلة ننتقل الان الى ماتش ونرى كذلك الاحداث التي من المحتمل التنزيل معنا يوم الخميس. المهم نقوم بالتغض على احداث هنا اصدقاء وصوف يظهر معانا الان جميع احداث الموجودة حاليا في اللعبة هناك حدث البطلح حدث يعني الدوري الميكسيكي هناك حدث المنتخبات والدوري الاسباني استقاء كما تشاهدون مرة اخرى يعني هناك العديد من الاحداث وكل الاحذائي تقريبا سوف تنتهي معنا يوم الخميس. كما تشاهدون حدث حدث الدوري الياباني حدث الدوري لدي تلعب يعني مع الذكاء الاصطناعي كذلك هناك وحدة المنتخبة كل هذه الاشياء يا اصدقاء سوف تنتهي معنى يوم الخميس مما يعني انه يوم الخميس سوف تكون هناك صيانة كبيرة بعض الشيء لان هناك العديد من الاحداث التي سوف تنتهي معنى اصدقاء وهناك بعض التغييرات التي سوف تأتي وهناك احتمال ان نقوم بالرجوع الى الخمسون كوينز فقط في الاسبوع يا اصدقاء يعني اما انه سوف ينزل معنى حدث الدوري الفرنسي فقط مكان الدوري الاسباني وسوف نحصل منه على خمسون كوينز وسوف يكون هذا كل شيء او انه سوف تقوم بعمل مفاجأة وسوف تعطينا حدث اخر في خمسون كوينز يعني مثل حدث الدوري الياباني حاليا سوف نحصل على مئة كوينز في الاسبوع يعني لكن اصدقاء لا اعتقد انه سوف تقوم بهذا الشيء وغالبا قد تقوم كونه بانزال حدث واحد نحصل منه على الكوينز وصراحة انا لا اتمنى هذا الشيء وهذه الاخبار كاملة سوف اؤكدها لكم يوم غادي اصدقاء عندما اتوصل بجميع احداث التي سوف تنزل يعني هناك حدث الدوري الفرنسي احتمال كبير ان ينزل مكان حدث الدوري الاسباني لكن منسبة للدوري الياباني لا يوجد هناك اي اخبار حول الدوري الذي سوف يعوضه اصدقاء لذلك قلت لكم ان هناك احتمال كبير ان ينتهي معنا حدث الدوري الياباني بصفة نهائية ولا نحصل منه على خمسون كوينز وبالتالي سوف نبقى نحصل على خمسون كوينز فقط من الاحداث الخاصة بالدوريات الاوروبية اصدقاء مثل الدوري الاسباني والفرنسي والانجليزي لذلك اصدقاء قد نرجع الى خمسون كوينز فقط والجفاف في الكوينز مرة اخرى في اللعبة لكن لا اعتقد ان كنا من كذلك سوف تقوم بالتفكير في هذا الشيء ولا نتمنى ان يحصل معنا هذا الشيء اصدقاء لان هناك مشكل كبير في الكوينز حاليا في اللعبة يعني حتى الكوينز نحصل عليه من سجيل الدخول في غالب الاوقات كذلك اصدقاء بالنسبة لحدث البطولة فهو مستمر معنا لغاية يوم الاثنين لذلك اصدقاء يلعبوا حدث البطولة قبل الينتهي وسوف تحصلون من فقط على نقاط الفطبل لكن المهم انك سوف تقوم بلعب مباريات جيدة في هذه البطولة المهم اصدقاء كان هذا فيديو قصير وبسيط حول الاحداث القادمة معنا ان شاء الله يوم الخميس غدا سوف يكون معنا فيديو فيه تفاصيل اكتر وتوضيحات اكتر وصور للباكجات التي سوف تنزل معنا يوم الخميس رسمية المهم اصدقاء الى هنا نكون قاعدة تصنعين لهذا المقطع لا تنسوا دعمنا بالزر لايك اشترك في قناة اذا كنت غير مشترك بعدي يا صديقي كذلك افعز الجرس حتى تكون بين اوالي الاشخاص لدين يشاهدون المقاطع الجديدة على القناة كذلك لا تنسى ان تقوم بترك تعليق محافزنا ومتابعة على انستغرام امامك الان في الشاشة ورابط حسابي على الانستغرام موجود في الوصف اسفل هذا المقطع اضغط على الرابط وسوف تتوجه مباشرة الى حسابي على الانستغرام واشرق لي رسالة سوف اجيب الجميع ان شاء الله بدون استثناء وبسرعة الى هنا ايان تمام مقطع اليوم انا اكون في مقطع قادم ان شاء الله يا اصدقاء ودعك